موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أن أتناول موضوعا مهما هذا الموضوع يتعلق بحياتنا وله صلة عظيمة بحياتنا الأمر يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل نحن نعلم جميعا أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف وأحسن الأعمال التي يقوم بها المسلم قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إخواني الكرام يعتقد بعض الناس أن الدعوة هي خاصة بالأئمة والخطباء والوعاض ومن هم في هذا السلك وهذا أمر لا يكون صحيحا كما يعتقده الناس الدعوة ليست مختصة بأحد ولا يختص بها أحد من الناس دون أحد صحيح أن هناك تمايز بين هذا أو ذاك من الدعاة ولكن لو نظرنا إلى واقعنا وإلى ما يعرض في التلفاز من برامج وإلى وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن أغلب الدعاة خلفيتهم إما أن يكون طبيبا أو مهندسا أو 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 ثم امتهن مهنة الدعوة لسبب ما في حياته استوقفه أمام هذا العمل فاجتهد فيه وجد وأتقن أيها الإخوة سابقا كانت الدعوة مختصة في المساجد وفي بعض الأماكن لكنها بدأت تتطور شيئا فشيئا لأن الدعوة من الأمور التي تتميز بها أنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها تواكب كل حدث بما هو داخل في إطار الشريعة ومقاصدها اليوم الدعوة انتشرت في كثير من الوسائل كانت في التلفاز وتطورت وإلى أن أصبحت الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي التي نعرفها والتي لا يجهلها أحد لا يجهلها أحد منا أبدا حتى الذي يجهل الكثير من الأمور في هذه الحياة فإنه استطاع أن يمرن نفسه لممارسة العمل في هذه الوسائل أيها الإخوة نحن في شهر رمضان وهنا لابد لنا أن نقف موقفا مهما من هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي كثير مننا عنده أو هو داخل في قروبات أو فيما هو معروف من المجموعات التي في هذه الوسائل هذه المجموعات فيها كثير من الناس وليس هم على يعني علم واحد أو على فكر واحد أو على أخلاق واحدة لا إنما هم متنوعون وما دمنا أننا باستطاعتنا أن نمارس العمل في هذه الوسائل فلنحرص على أن نغتنمها فيما يرضي الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر مهم لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فإذا هدى الله على يديك رجلا واحدا إنسان لا يصلي وبرسالة فيها نوع من الترهيب والترغيب أرسلتها إلى تلك المجموعة خاف والتعض فكل صلاة يصليها لك أجرها وكل عمل صالح يعمله فإن لك فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله لكن ونحن ندعو إلى أن نفعل هذه الوسائل فيما يرضي الله عز وجل يجب علينا أن نحتاط لأن هذه الوسائل أيها الإخوة مع الأسف اليوم أصبحت سبيلا إلى التقاطع والتدابر والتشاحن والبغضاء وهذا أمر يجب أن نحذر منه الإخوة الذين يجلسون على تلك الوسائل يجب أن نحذر منه أصبح تشتيم العلماء وسبهم وهذا كذا وذاك لا يصلح وذاك لا ينفع وهذا أصبح أمر رائج في هذه الوسائل لذا أيها الإخوة علينا أن نلتمس كما قلنا هذه الوسائل بالدعوة إلى الله ونحذر من كل من يريد الدسة في الإسلام وفي علمائه وفي الأمة وفي علمائها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من يسخر نفسه نفسه وكل ما لديه في الدعوة إلى الله إنه نعم المولى والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته